روعية طبعاً في الخيمة الانتخابية اللي تم إعدادها والانتهاء منها بشكل كامل لاستقبال السادة العضاء توفير كل أساليب الراحة واليسر والسهولة والسلاسة في الدخول والخروج من وإلى مكان الاقتراع زيادة عدد دي الخيمة الانتخابية اللي هتستقبل أعضاء الجمعية العمومية زادت المساحة بتاعتها زادت عدد اللجان منافذ الدخول والخروج كمان بر الخيمة هتبقى فيه لجان مساعدة استشارية بحيث أن العضو لو عايز يستفسر على أي شيء قبل ما يدخل يقدر يستفسر من اللجنة المساعدة الموجودة خارج مقر الاقتراع مع تسهيل كل الإجراءات بقى في راكن السيارات تم الاتفاق واستئجار كل صحات الانتظار الخاصة المحيطة حوالين النادي سواء في الأبرى أو في نادي المعلمين مستشفى المعلمين أو جراش المحافظة بالإضافة إلى جراش عمر مكرم في ميدان التحرير وجراش ميدان التحرير وتم الاتفاق أيضا على تخصيص حفلات من ميدان التحرير لنقل السادة الأعضاء إلى مقر النادي كمان تم الاتفاق على وجود عدد كافي من سيارات الجولف لنقل الأعضاء من كبار السن من على بوابات النادي لغاية مكان الاقتراع والعودة بيهم مع تقديم كل التسهيلات التي تيسر إجراء العملية الانتخابية النادي الآلي اعتاد على وعي جمعيته العمومية اعتاد على إيجابية الجمعية العمومية دايماً وأبداً الجمعية العمومية للنادي الآلي مضرب الأمثال سواء في الالتزام أو في الإيجابية أو في وعي الحضور حضور الجمعية العمومية في الانتخابات الماضية زادت عن 37 ألف وده كان رقم كبير جداً فان شاء الله الجمعية هذه المرة تصل إلى هذا العدد ويزيد عشان العضو يمارس حقه ويقول كلمته ويختار من يمثله في إدارة النادي لأربع سنوات قادمة ترجمة نانسي قنقر